ده مش بس ما تخافش على الأهلي ده تفائل للأهلي وبالأهلي زي ما شفتوا حديث الوجدان الحقيقة الرائع للمهندس عدل قيعي شرح لكم خبايا الأمور من جوة قوي بمنتهى الوضوح وأيضا بمنتهى الحرص على الكيان وسياسته أعتقد اتطمنتوا جدا أنا بس عايزة في الحتة دي عشان الناس لازم تفن بيطلع لك ما تخلكوا شفافين وتقولوا لنا إيه اللي بيحصل هي الشفافية إن أنا أقول لك أسرار بيتي لا الشفافية هو الدولة بتعمل إيه أسلحنا خلي بالك أنا عجيب جدا السيستم ده يقعد الرئيس يتحمل 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 بعدين افتتاح عشرين مش عارف إيه افتتاح خمستاشر مش عارف إيه كلها مشروعات إنتاجية يتحدث بعد أن يتم الإنجاز لكن ما هو أنت و أنت بتشتغل مش فاضي للرغ هنش هضع وقتك في اللغ لكن اشتغل وإعلن بعد ما تعمل وفي النهاية طمن الناس هنا مرة مرة بتيجي للمصدقية يبقى كل الناس شايفة أني أنت و أنت ساكن بتعمل حاجة فأنا مش مطالب أن نختار التوقيت بتاعت لإعلان أموري أنا أختار التوقيت اللي نسيبني أنا في إعلان ما ينتهي للأمور وده الحقيقة ما هو يتكلم يتشتغل الأهلي مختار سياسة أنه يشتغل أنه ينتج أنه ينجز وهو استغرب جداً الأهلي هو بيعمل كل المشروعات الإنشاية الضخمة خدوا بالكو الأهلي مش بس طور جزيرة و طور مدينة نصر ولا استكمل منشآت الشيخ زايد لا ده بنى فرع جديد في التجمع بنى فرع من العدم يعني ويتالك هو الأهلي هو الخطيب ما عملش إنشآت فين الإنشآت اللي عملها الخطيب الخطيب أو ما عملش جنينة لو هي الإنشاء في مضمونها أن أنت تنشئ جنينة لا الخطيب والمجلس الحقيقة عمل فروع كبير والله يفتز العلم اللي أنجزه في مجلس إدارة الأهلي خطة إنشائية كبيرة في كل الفروع الحقيقة يسعد ويفخر بها كل واحد أهلاوي وكل عضو في النادي شايف مستوى المقرارات بايتعمل ازاي وإحنا بقى حنقعد نقضيها إنشآت ما تتكلمني في الكورة بقى حنقلمناكم في الكورة وعلى فكرة أنتوا مش شايفين الجهد المبزول في النشاط الرياضي طيب مش شايفين العرقلة اللي بيحاولوا بعض الاتحادات بطريقة غير رياضية إنه ينقلوا القوة من نادي الأهلي إلى أندية أخرى ولا ده خاف عليكم